اعتمد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم نتائج الشهادات العامة والثانوية الصناعية حيث رفع سعادة الوزير بهذه المناسبة إلى القيادة الحكيمة أخلص التهاني والتبركات بما تحقق من نتائج مميزة تعكس الدعم الكبير الذي يحظى به التعليم في مملكة البحرين والتي كان لها أبلغ الأثر في تطوير التعليم والارتقاء بمخرجاته وقد أظهرت نتائج الدور الأول في المستوى الثالث أن معدل نسبة النتائج الإجمالية لهذه السنة قد بلغت 93.4% كما تطرق الوزير إلى أهم الإنجازات التي تحققت في المسيرة التعليمية للعام الدراسي الحالي من خلال المشاريع والبرامج التي قامت الوزارة بتنفيذها ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة ومنها إنشاء عشر مدارس حكومية جديدة في مختلف المحافظات وتطوير الأنظمة الإلكترونية الحديثة بما يتيح تواصل الهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس والتواصل مع أولياء الأمور باستخدام التكنولوجيا إضافة إلى تعميم مشروع المدرسة المعاززة للمواطنة وحقوق الإنسان العام المقبل على جميع المدارس الإعدادية والابتدائية الإعدادية وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة في تنفيذ عدد كبير من برامج تدريب وتمهين المعلمين باعتبارهم الركيزة الأساسية للتطوير تم اليوم ولله الحمد اعتماد النتائج الثانوية العامة ونتائج الثانوية الصناعية وقد أتت هذه النتائج ولله الفضل والمنة مشرفة تدعو دائما إلى التفاؤل نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها الزملاء في الوزارة وفي الميدان التربوي وكانت هذه النتائج نتيجة طيبة ولمسيرة طويلة من المشاريع التطورية التي شهدت التعليم في مملكة البحرين فالثانوية العامة كانت النتيجة 93.3 والثانوية الصناعية 94.4 وأيضا مما يدعو إلى التقدير والإحترام والشكر أيضا لأبنائي الطلبة والخواني الكرام أولياء الأمور ارتفاع نسبة عدد المتفوقين إلى 737 طالبا وطالبة حيث زاد العدد السنة الماضية كان 599 أولياء المتفوقين إلى 17יפة ثانيجة للحصول عندها المتفوقين إلى 880 طالبة حيث الآن يتوقع ليد من المتفوقين إلى 10 أمور شفاء حيث الزملية هاتف ويضى طبقة سنانوية العدد المتفوقين إلى 840 طالبة اشتركوا في القناة